الخبر اللي جاي معاه كمان بيدل على ده 28 دولة ده الخبر الجديد بقى 28 دولة بتؤكد مشاركتها في كأس العالم للخماسي الحديث في القاهرة ودي احد الاخبار اللي احنا شايفين انها جميلة جدا وانه طبعا عدد كبير من الدول 28 دولة هيشاركوا فيها هذه البطولة هتتلاعب على ملاعب الجامعة الامريكية بالتجمع في الفترة من 22 ل 27 مارس اللي احنا فيه البطولة هيشارك فيها كام؟ 200 لعب ولعبة من 28 دولة عدد كبير جدا من الدول بالرغم من منع لعبة روسيا وبلا روسيا من المشاركة من تحاد دولي في حالة مشاركتهم كانوا يبقوا 30 دولة وكمان غياب لعبة اوكرانيا يبقى واحداتين دولة كانوا موجودين المفروضين بسبب حظ الطيران طبعا المفروض على اوكرانيا او يعني مفيش طيران في المطارات الاوكرانية الوفود اللي هتشارك في البطولة هتوصل يوم 20 21 هيبقى الاجتماع الفني للسيدات وبدأ دائما يوم 22 هتبدأ منافسات تصفيات السيدات ويوم 23 هتبقى تصفيات الرجال وهتكمل البطولة لحد يوم 27 مارس اللي احنا فيه بالتوفيق للاعبة منتخبنا واللي دائما بيقدموا وستوى جيد وكننا عندنا مداليا الجندي حصل عليها مداليا فضية من الخمس الحديث وهي احد الالعاب اللي فجأة ما شاء الله بتحت رعاية الدكتور او الكابتن او المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد وامين عام اللجنة الومبية منذ توليه المسؤولية في الاتحاد الحقيقي وده احدى الاتحادات النجحة يعني افتح قوس كده حط الجنباس حط السلاح حط الخمس الحديث حط الكراتي حط اتحادات نشيطة اتحادات بتبسل مجهود نتمنى القوس يكبر البعيد لازم يقالوا مكان القطر ماشي والطفرة في رياضة بتحصل خطوة بخطوة ومحتاجين كل الناس تبسل مجهود والحقيقة كده اخبارنا انتهت يا رب نكون قدرنا نجمع لكم كل الاخبار اللي حصلت على السحر دي الفترة اللي فاتت هنطلع لفاصل وبعد الفاصل بفكركم هيكون معنا الاخوين عسل مصطفى وماروان نجم لسكواش نجم كبير عالمي ونجم في الطريق ماروان طالة هنعرف كل امالهم وطمحتهم وما هو قادم ولكن بعد الفاصل